صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليه السلام وتدين كل عمل إرهابي أي كان مرتكبه وها تدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشعب الاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم